أقول لحضراتكم من الحاجات اللي بتقلل الثقة في ربنا الخطيئة الحاجات اللي بتضعف ثقتي وثقة حضراتكم في ربنا هي الخطيئة ليه الخطيئة بتعمل ايه؟ خطيئة بتعمل حاجز بيني وبين ربنا بتعمل فاصل بيني وبين ربنا تخليني مش شايف ربنا تخليني هربان من ربنا ربنا بيبقى بيدور علي لكن أنا بسبب الخطيئة بعزل نفسي عن ربنا بعزل نفسي عن مصدر القوة بتاعتي ما بشوفش ربنا بوضوح بتكروا معايا كده أبونا آدم ومينا حوى لما ويعوا في الخطية وشعروا بخزي العرية بتاعهم وفي نفس الوقت سمعوا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة آدم وحوى عملوا إيه اختفوا من أمام وك الله استخبوا عجيب قوي الموقف ده آدم وحوى اللي بتتكلموا مع ربنا ليه النهار اللي عايشين في معاية ومحبة ربنا طول الوقت إيه اللي حصل إيه اللي جد إيه اللي تغير قال أصدخلت الخطية وشعرنا بخزي الخطية فاختبأنا من ربنا ربنا بحنياته سأل آدم قال له آدم أنت فين آدم آدم أين أنت الآن فآدم رد رد المخيب للأمال قال له يا رب سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت قال له أكلت يا آدم قال له أكلت يا رب وقعت يا آدم وقعت يا رب ويبدأ الإنسان في حالة الخوف وقلت إدراك قوة عمل ربنا من ساعة ما وقع في الخطية وتلاقي قصة بتتكرر مع أولاد آدم لما قاين يقتل فبيل يحصل إيه قاين يختفئ ويبقى عايش في حالة خوف حاسس أن الكل بيطلب دمه وعايز يموته مش واثق في ربنا رغم ربنا يظهر له ووعده وعود أنه يرجع وحميك ويكون معاك لكن الحقيقة لم يثق في الله لأن الخطية تعمل ساتر حاجز بيني وبين ربنا حاجز بيني وبين ربنا تفتحه الكتاب المقدس على سفر القضاء سفر القضاء سفر من الأصفار الجميلة في كتاب المقدس في نفس الوقت العجيبة والحزينة يحكي قصة الإنسان مع ربنا ربنا اللي يدي الإنسان أرض المعاد يدي كل واحد نصيبه في أرض المعاد وبعد ما الإنسان خد نصيبه يريح وبعد ما ريح بعد عن ربنا كلمة بعد عن ربنا يعني واقع في الخطية وأهمل وسيط الله وشريعة الله ونتيجة إهماله في الشريعة أو نتيجة الخطية صار مباحا للبلاد اللي حواليه فالبلاد اللي حواليه شعب ربنا تحاربهم وتنتصر عليهم وتزلهم وبعد ما تزلهم بني إسرائيل يدركوا قد إيه هم كانوا في حال الضعف وفي حالة هزيمة فيعمل يجعوا ربنا بالتوبة يرجعوا يتوبوا بسرعة قدام ربنا يقولوا لرب نتوب قدامك فربنا يرسل لهم قاضي يقضي بكلمة الله ويقودهم إلى نصرة وينتصروا مرة تانية لأنهم تابوا الخطية وعدم التوبة من أكثر الحاجات اللي بتخلي الإنسان مغلوب الخطية وعدم التوبة من أكثر الحاجات اللي بتخلي ثقة الإنسان في ربنا تبقى ثقة ضعيفة ترجمة نانسي قنقر